السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دعو من قناة اصل واسرع الوصفات. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة الكرنبيت او الزهرة. اطعم وقلز خلطة ممكن تدقيها. وازاي نقدر نخزنه كمان. اه دلوقتي معانا الكرنبيت ازاي ما انتم شايفينها كده. اه هنقطعها قطع. هنفصلها قطع كده. وفي مية مغلية. هنحط شوية ملح. بعد كده هننزل بالكرنبيت. ونغطي عليه نسيبه ويستوي شوية. حطيناه وسبناه. دلوقتي خلاص كده زي ما انتم شايفين كده الكرنبيت استوى. والشوكة غرزت فيه. خلاص استوى كده معانا. اه في المصفة هنصفيه كده. وبعدين اه هنحطه في مية بردة على طول. هناخده نحطه في المية البردة زي ما انتم شايفين كده. وهنشطفه كويس بالمية البردة. وخلاص كده هنسيبه في المصفة. يصفي المية بتاعته كويس. وهنبتدي نعمل الخلطة مع بعض. كباية حليب كبيرة. ومعها خمس بدات. بعد كده شوية اه ارفة صغيرين. وتوابل البهارات. وكمون وبابركة وفلفل اسود وملح. وجسط الطيب. بهارات مشكلة. معنا هنا معلقة من التوم الخلطة التوم والفلفل. حطتها. او معلقة اه معجون طماطم. معلقتين معجون طماطم. ونقلب كويس. وبعد كده هننزل بكباية دقيق. وهنقلب برضو كويس. معنا هنا بصلة مفرومة. نعم. مفرومة نعم جدا. حطناها. وقلبناها. معنا هنا بقدونس وكسبرة وخضرة مشكلة. حطناها. وقلبنا برضو كويس. حطيت معلقة كاتشب. وقلبتها برضو كويس. وكده خلاص الخلطة جاهزة معنا. هنبتدي نحط الكارنابيت. وهنبتدي نغطي بالخلطة كل الكارنابيت معنا. حطناه في الخلطة. احطيت برضو معلقة معجون طماطم عشان اللون. وزي ما انتو شايفين انا ضغط عليه بالشوكا. بقى قطع كده صغيرة. حطيته كلاته في الخلطة. وبقى قطع صغيرة واخدت بالمعلقة وبقى انا نقليه بالمعلقة كده. زي ما انتو شايفين في الفيديو. اهو كده خلاص. قالنا مع بعض زي ما انتو شايفين. الخلطة طعمها جميل جدا. والكارنابيت برضو. بعد كده. آآ فاض طبعا معانا كتير منه. لانها كانت كبيرة. فطبعا هنخزنه زي ما انتو شايفين كده بالخلطة. بتوابله بكل حاجة. هنجيب كيس التخزين. ونحط في كيس التخزين. ونحاول نفضي الهوى خالص منه زي ما انتو شايفين كده. وهنربطه. وهنحطه في الفريزر. لاي وقت. نطلعو نستعملو فيه. يا رب الوصفة تعجبكم. لو اول مرة تشوفي القناة اشتركوا فعالي الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشتركوا في القناة